السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة مع بعض هنتعلم ازاي نخسل فرم الشوكولاتة بطريقة سهلة جدا ونقدر نعملها وتطلع الشوكولاتة والملد بتاعها تنظيفة وتلمع ايه اللي تعمله و ايه اللي ما تعملهوش و ايه اللي يضر الملد و ايه اللي ما يضرش الملد كل ده هتعرفه في هذا الفيديو تابعوا للنهاية ازاي تخسل الفرم وتحضرها لصب الشوكولاتة. مش عاري دايما اللي تتعب اكتر اما ممكن تتعب انت. يلا نكمل الفيديو. لو اول مرة تشاهدني اسمي احمد عبدالسلام يونس على قناة 120 فيديو ازاي تصنع كل انواع الشوكولاتة ازاي تعمل ديكور الشوكولاتة ازاي ترش الشوكولاتة كل التكنيكات الصعبة واللي بتدفع فيها الافات الجنات تتعلمها ببلاش. هنقول باسم الله اول حاجة لو عندي حوض اكيد كلنا عندنا حوض في البيت. ولو ما عندكش حوض ممكن تجيب طشت غسيل او وعاء كبير حسب حجم الفرم اللي عندك. لو عندنا سخان يبقى نخلي مية سخنة بتغلي. وبحط شوية صابون سايل صابون بتاع الاطباق اللي بنقسل بيه. المهم ما يكونش في ريحة تلزق في الاطباق. طبعا الفرم بتسيح عند درجة 120 درجة مقوية. فاي اما تغلي المية اقصى حاجة توصل لمية هتحافز برضو مش هتبهدل الفرم الا لو كانت بلاستيك. خلاص? يبقى اي نوع اسوأ نوع بولي كربونات او اسوأ نوع معمولة بالفرم بيسيح عند 120 درجة مقوية. فيبقى لو حطينا مية بتغلي اما المية بتغلي لا تزيد. مهما كانت بتغلي لا تزيد عن درجة مية درجة مقوية. فانا بنقاحهم زي شايفين بايداية يعني معنى ذلك اللي انا بستحمل الحرارة. وبقلب فيهم. طبعا انا هسرع الفيديو عشان ما ضيعش وقتكم. بجيب الاسبونشة دي او ما عرفش بتقولوا عليها اللي احنا بننظف بيها. في جنب خشن وجنب ايه السفنج النعم. الجنب الخشن هو اللي باخد بيه كل الحواف الجانبية واللي برا. مهم جدا. لان لو انا غسلت بيها داخل الفورمة هتجرح. شايفين? اما اجا خش جوه الملد باخد الجنب السفنجي. وحافز على ايدي بحطه في النص عشان خاطر ما تجرحش الفورم. مهم جدا. كلما يكون الصابون كويس. الصابون بيعمل ايه? الصابون بيمتص المواد الدهنية ومعروفة الشوكولاتة. سواء بديل الشوكولاتة او شوكولاتة طبيعي بتتعامل بيدهون اللي هي زبدة الكاكاو وبديل زبدة الكاكاو. فالصابون بيمتصها مع الغسيل ودرجة الحرارة. خلاص? بعد كده باخد كل الجناب بالخشن عشان ناس في انا شفت ناس بتخبط الملد بسن السكينة وناس بتغسل بالجنب الخشن ده فده بيجرح الملد بتاعك او الفورمة او بحسب ما انتو بتسموها لان كل بلد لها اسم. وبعد كده بالجنب اللي هي عمل اللي انتو شايفينه ده ده اهم حاجة اهم حاجة في الموضوع. بعمل كل الملد اللي عندي سواء عشرة عشرين تلاتين. ده حتى ده بلاستيك. يعني الفورمة دي البلاستيك الخفيف. دي برضو باخسلها في درجة الحرارة مش بيحصلها حاجة. بعد كده بشيل المية. وباخسل بمية ساعة مش مية سخنة. باخسل بمية سخنة. لان لو غسلت المية سخنة لو فيه نقطة صبون هتعمل رغاوي كتير. لكن المية ساعة ما بتعملش الرغاوي. بشطفه زي ما انتو شايفين. لو حسيت ان فيه فورمة مش مزبوطة ممكن اعيد عليها بالسبونش او بالسفنجة. باخسل كل الفورن بتاعتي. ويه بحطها على وشها زي ما انتو شايفين كده. تصف المية اللي فيها. في ناس بتسيبها يعني انا زمان كنت بحطهم في صوج. وحطهم على ظهر الفرن. ظهر الفرن تبع بدرجة حرارة في حدودها تلاتين اربعين. لتاني يوم بلاقي الفورن مية مية. بدا هوريك دلوقتي. ممكن لو انت عندك ظهر الفرن او مكان دافي. تسيب الفورن زي ما انت شايف كده او. لو انت مستعجل هنوقفهم على سفهم. طبعا دي بتصفي اكت اسرع. ياريت تشوفوا فيديوهات تصنيع الشوكولاتة عامل جميع التصنيعات واكتر من خمسة وتمانين حشوة جناش مش موجودة في الدنيا كلها. ممكن اسيبها كده على سفها شوية. وبعد كده بجيب قماشا قطن. قماشا قطن بنشف فيها لانا ازود المادنة لو مستعجل. لكن لو مش مستعجل انا بسيبها لتاني يوم باي وقت سواء على وشها او على جنبها بتبقى تنشف خالص او في مكان دافي. لكن انا بحاول لو انت مستعجل وعندك اردارات وعاوز تخلص بجيب قماشا قطنية نعمة وبمسح بيها زي ما انتوا شايفين. المهم ما ينشف فيها حاجات تشقق او تخطط جوه الملد. بخلص كل الفرم بمسحها وبعد كده في طريقة تاني انا بشتغل بها على طول سواء دلوقتي او قبل ما صب الشوكولاتة على طول. ليه? عشان ساعات ممكن يكون الفرم بتاعتي سخنة اا ساعة فاما بصب الشوكولاتة وهي معمولة تمبرنج بالزبط يعني مسانية 29 او 30 فتلاقيها تبرد وما بتدينيش ان هي تتعفل كل المسان بالذات لو الشوكولاتة فيها خطوط يعني الملد فيه تشققات او فيه اشكال اا منحوطة. بجيب انا الهيد انا بعمل الحركة دي دلوقتي قبل ما لمحها وبعد اما يجي قبل ما صب على طول. يعني قبل ما صب الفرم بتاعتي بسخنة كده بالنظر بخليها في حدود 23 درجة مقوية ودي افضل درجة حرارة للملد او للفرم تصبها قبل الشوكولاتة. عشان تقدر تهزها وتقفل كل المسان بتاعتك. زي من شايفين انا بعدي على عين عين. وبعد كده بجيب دي اخر مرحلة في بجيب اا مناديل ورق او قطن وفي ناس اسم وسوسا بتجيب الورق اللي هو فيه الكحول اللي هو زي اسمه الكحول سواب اللي هي القطنة او القماشة اللي فيها الكحول بس دي مش لازم انا بشتغل بمناديل الورق بتطلع معايا الشوكولاتة زي ما بتشوفه في الفيديوهات في منتهى الرواع عاوز تعمل دي ماشي عاوز تمسح بقطنة ماشي عاوز تجيب الكحول سواب اللي هي المناديل المعطرة اللي فيها الكحول اللي يعجبك عند كل الطرق وانا اقول لك الطريقة اللي انا بشتغل بيها يعني غير خالص بس طبعا مش متاحة لكل الناس انا باخد بعمل الفرن بتاعت الشوكولاتة كلها وبحطها في غسلت الاطباق وبشغلها برص حسب الشكل بتاعي بعد الدي وبرص الاطباق بتاعتي او الفرن بتاعت سواء بالطول او بالعرض حسب وحتى في الشغل يعني دي في البيت وانا في الفندق برضو بعمل النفس الطريقة دي بحطها في المكنة المكنة بتبقى درجة حرارة المية ستة وتمانين درجة مقوية فما تخافش على الملد يعني الملد قلنا بتسيق عند مية وعشرين ودرجة حرارة غسلت الضوء او ما تغلى او يقول تسعين مش هتسياح للملد الميزة بتخش وتطلع بتتعكم وتنضف وبتطلع ناشفة ادعي لي امي ابي بالرحمة واشترك في صفحتي على الانستجرام بطلع لايف كل اتنين وخميس برد على كل اسئلاتكو وتحت امروكو في اي حاجة شكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم اشتركوا في القناة